هذه القصة ينقلها ابن أبي الحديد الراوي هو عمر بن عبد العزيز نفسه شوفوا شي يقول يقول كنت غلاما أقرأ القرآن على بعض ولدي عتبة بن مسعود فمر بي يوما ونحن نلعن علي فكره ذلك ودخل المسجد فتركت الصبيان وجئت إليه لأدرس عليه وردي فلما رآني قام فصلى وأطال في الصلاة شبه المعرض عني فلما انفتل من صلاته لما سلم كلح في وجهي عبس في وجهي فقلت ما بال الشيخ فقال لي يا بني أنت اللاعن عليا منذ اليوم قلت نعم طبعا لو لا تكله من العنم إمام علي قال فمتى علمت أن الله سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم فقلت يا أبا وهل كان علي من أهل بدر فقال ويحك وهل كانت بدر كلها إلا له فقلت لا أعود فقال الله أنك لا تعود قلت نعم فلم ألعنه بعدها ثم كنت أحضر تحت منبر أبي وأبي يخطب يوم الجمعة فكنت أسمع أبي يمر في خطبه تهدر شقاشقه يعني يخطب بقوة حتى يأتي إلى لعن علي عليه السلام فيجمجم ويعرض له من الفهاهة والحذر ما الله أعلم به فجأة بعدما كان فصيح بليغ يقوم يرتعش في الكلام ما هو عارف وش ره يقول فكنت أعجب من ذلك فقلت له يوما يا أبا أنت أفصح الناس وأخطبهم فما بالي أراك أفصح خطيب يوم حفلك حتى إذا مررت بلعن هذا الرجل سرت ألكن عيية فقال يا بني إن من ترى تحت منبرنا من أهل الشام وغيرهم لو علموا من فضل هذا الرجل ما يعلمه أبوك لم يتبعنا منهم أحد فوقرت كلمته في صدري يقولت أفطرت بهذه الكلمة مع ما كان قاله لي معلمي أيام صغري فأعطيت الله عهدا لإن كان لي في هذا الأمر يعني الخلافة نصيب لأغير النه فلما من الله علي بالخلافة أسقط ذلك وخر النعن إش خل ما كانوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وكتب به إلى الآفاق وصار سنة ترجمة نانسي قنقر